بسم الله الرحمن الرحيم اليوم ان شاء الله نتكلم عن البرمجة بدون كود للاندرويد برمجة انا حاجة للمبيلات الاندرويد بدون مواجهة كتب كود بدون ما يكون عندي خبرة كبيرة جدا بالأكواد لا هي تبقى برمجة مرئية هنشوف ان شاء الله المواجهة مع بعض في موقع اسمه appinventor.mit.edu اللي هي education او ممكن تدخل عمدان بتاعتي draftsman.wordpress.com وهتلاقي شرح الاندرويد ووصلات للموقع دوت الموقع دوت اللين على طول بتدخل بد بدأت تبرمج من غير ما تستطب حاجة كتير عندك على جهاز قبل ما بدخل على الموقع بلاقي tutorial اللي انا عايز اقرأ شوية المعلمات او ممكن اختار create على طول وابدأ اشتغل على طول بقول له create من الضرارة فوق بقول له create فبيبدأ يفتح لي الشاشة بتحتي اللي انا هبدأ الشغل عليها كمم؟ بلاقي هنا project اللي هي my project دي المشاريع اللي انا شغل عليها حاليا بابدأ اختار اي مشروع او اقول له انا عايز مشروع جديد كده يبقى انا هبدأ مشروع جديد لازم المشروع ما بقاش فيه مسافات يعني لو ديته مسافة اقول له لا عندك مشكلة لازم يكونش فيه مسافات لازم يكون كله حروف تمام طيب اجي اختار المشروع دوت افتح معي الشاشة ديت اه الموضوع كله وسيط هنا بيجي الشاشة اللي انا هشره عليها شاشة الموبايل ودي الادوات اللي انا هحتاجة المواهد بس محتاج الواحد يفكر هية تستخدم ايه وهيرسم ايه ويكون هذه الود influencers يجب أن منظم الموضوع بتاعي انا ممكن انا محتاج مثلا بوتوم اسحب البوتوم وراح حطوه ده كده ازرار ازرار ده ممكن ان ا basic color تغير black color let's get HE خليه نشط او snap ممكن خليه بcasP و لما ان شيء تحصل ابرمجه انه يبقى اه.. اون اول تماما مع وجود على ان اول ثم اقوله ان اول بعد كده بقى اعمل اعمل حاجة اسمه لما حد يعلم على ان الوضع اتبرمج ان يد prolonged بقى name و name ده نشغل عليه طيب ده الوقت ان هارجع لل bottom ممكن نكون عايز نغير اسمه عشان ال name سهولة لو نحض الزرار كتير هقوله rename ده old name ال new name مثلا هقوله start اوكي خلاص بقى زر اسمه start بس text اللي جوه ملوش علقه بال name ال name ده اسم الزرار انما الكلام اللي مكتوب جوه باجي هنا بلا حاجة اسمها text اروح مغير الاسم مثلا امر مغير الاسم مغير الاسم وممكن اختار له صورة من image هنا اقول له upload file وراح مختار صورة تعبر عن الزرار دوت اذا ادور في الزرار اذا ادور في الزرار ادور في الزرار ادور ايكون ادور ايكون دي اه صورة كنت انا حطيتها انا نغير الصورة عشان بس المضايب او واضح معناه upload file صورة كنت اخيبها صورة هيت review اتبشر حاجة في قلب البرنامج فعشان الناس بنتوشي اا نختار صورة تانية ماشي اي صورة مجرى بس اتوضح لمسال اه اوكي ده الزرار قد الصورة ديت اجد الوقت اقول له ايه لا الغي للصورة دوقتي نان انا مش عايز الصورة خالص اوكي ممكن اعمل ايه ممكن احط هنا سكرين دي اللي هي الشاشة نفسها ممكن احدد هل الشغل بتاعي اي حاجة تحط تقع في center ولا في left ولا في right ايه ال background color ممكن اختار اي لون ان عايزه ممكن اختار صورة ايه background image زي المثال دوت ايكون ممكن يحس لنها لما تستطب تبقى اخذها شكل ايكونة معينة اره مختار الشكل ايكونة من هنا اقول له اوكي كده لما هتستطب هتاخد الشكل ايكونة دوت هو ده اللي بقى ظهر عندي بعيس اول ما دوت عليه يفتفتح البرنامج معين ممكن هنا اروح مختار مثلا انا احط level ممكن اختار انا احط الست بوكس ممكن اي حاجة من الحاجات ديت وبعد كده بدا نبرمجها ليه قوت دي مجارة ننظيم يعني احط هنا ده مربع ابدأ احط فيه مثلا الزرار جنب بعض بالشكل دوت او فوق بعض زي ما نعيز الميديا ممكن احط حاجة اتحكم فيه في الكاميرا في sound player video drone animation بحط canvas بحط المساحة ابدأ ارسم عليها سينسور social حاجات خاصة مثلا بالتويتر بالcontact speaker storage دي التواصل فكل ادوات دي بتساعدني ان انا دي موجودة برضو لو انت شغلت على visual studio هتلاقي حاجة قريبة منها من نفس الفكرة دي بس جديد بقى هنا ان انا ما بكتبش كود عشان ابرمج حاجة الاندرويد لان الاندرويد غالبا انت عايز تبرمجه وتبرمجه بالجوب انا هنا بدخل بblocks وببدأ اكتب الكود باكتب الكود ازاي بقى بطرقة سهل جدا باجي هنا بقول له مثلا دي الحاجة اللي انا حطيت عندي بقول له مثلا label 1 او اقول له checkbox when checkbox change لما الحالة بتاعت تتغير ايه اللي يحصل ممكن اقول له بساعتها بيتغير اللي خلفية على سبيل المثال يبقى انا كده بكتب كود بقول له لما يحصل الشيك بوكس change غير خلفية background color بتاعت الشيك بوكس ورح مدي له اي لون انا عايزه باجي اختار ال color من هنا ورح اتطلو مثلا اللون الاحمر اول ما بتاعتك عليه بتطلع القائمة دي باسحب ورح اوضط بحس كده او اول معامة checkbox change تتغير الموضع ده بقى screen ممكن اقول له ايه اول ما الشاش تفتح اول ما السكرين واحد يفتح اروح بقى مختار حاجة مثلا معينة اقول له مثلا ايه label 1 ااه خلي text واحد مثلا بكذا يعنى اول ما الشاش تفتح رقس كرين واحد دي. تفتح معاى exclusive one تكست هتساوي وروح جاي هنا في text واكتب icon nice لازة من شاف الموضع سهل وبسيط ماتفوش انا مشاكل خالص بطلع عندك مثلا من حاجات control بتبدا تحكم بيها هتلاقي عندك حاجات لوجيك true, false, and equal حاجات دي بي مجرد أمثلة حاجات بحت الماسماتيك ممكن هتديله مثلا اقول له اجمع لي كمتين مع بعض اطراح لي اضرب يسيوي تيكست ممكن نقول له اتأكد الاول ان العدد ان الرقم الموجود في التيكست هو رقم بيحس ينفع الجمع والترح list لان انا هزاعمل list color variable procedure فهي الفكرة كلها لو انت عندك بس خلفيها بسطعنا البرمجة هتلاقي نفسك اتعلمت بغير ما تقعد تحفظ كود لا مجرد ان انت بتسحب وتحط الحاجاتك بسهولة ممكن احط شاشة ثانية اقول له add screen يبقى انا كده عندي اتنين سكرين ممكن ابدل بينهم من هنا ممكن لو انا مموصل الموبايل بتاعي بقول له connect وراح اقول له انا عايز اعمل محاكية اشوف البرنامج ده يشغل ازاي ببساطة USB او emulator محاكي للشغل بتاعي لما بحس ان انا خلصت خالص اقول له تقول له السياف للشغل دوت abk بحيث ابدأ اشغله على الموبايل هو بيبدأ يحمل المشروع ده على الموبايل وابدأ الشغل اللي عادي ممكن تحمله كده وتكمل على البرنامج تاني اي برامج برامج الاندرويد تبدأ تفتحه بس بش سيافه ابك هستيافه تعمل هوا كده بيبدأ يحمل اوت هستيافه اي بي اي بي انا عندي ابك تعمل وابيره الملفات اللي عادي مستيافه على البرنامج اللي عادي اي 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 ده لو انا عامل على برامج برامج الاندرويد ممكن نستيافه اي 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 ا وابدأ اشتغل عليه في قلب البرنامج دوت بحيث مثلا لو عندي كود مفتوح وعايز ابدأ عدل حاجه اقول له امبورت بروجيكت اي 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 ا وازود الحاجة اللي نعيسه الموضوع سهل وبسيط بش محتاج الواحد يتعلم برامجه عشان يعمل شوية برامجه على الاندرويد لا خالفها بسيطة وتبدأ تبرمج بالموقع السهل البسيط دوت وان شاء الله هتبقى فيه سلسلة تعلمية على الموقع draftsman.wordpress.com اخوكم عمر سيني